يمكن للزوار ركوب العربية الكهربائية مجاناً من محطة هونتشاو إلى مركز المؤتمرات والمعارض الوطني خلال الفترة ما بين يومي الأول والعاشر من نوفمبر ويبلغ طول الإجمالي للخط حوالي كيلومتر ونصف الكيلومتر وتستغرق الرحلة ست دقائق فقط في حين يستغرق وقت الرحلة الأقصر بمتر الأنفاق أو الحافلات حوالي ست عشرة دقيقة أو خمسين دقيقة على التوالي وبهدف تنفيذ متضلبات الوقاية من الوباء ومكافحته سيتم تقديم الكمامات مجاناً في كل مركبة ويتم تزويد كل مركبة بمستلزمات مكافحة الوباء مثل الكحول المطهل كما تم تحديث العربة التي تم تشغيلها خلال السنوات الثلاث الماضية فازداد عدد المركبات العاملة من 6 مركبات العام الماضي إلى 9 مركبات حالياً وتم تمديد ساعات التشغيل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية والعشرين يومياً في الماضي لتبدأ العمل منذ الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والعشرين